السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الحلمين رجعنا بدرس جديد ودرس مفيد من كتاب اللغة العربية لازم نستمتع بدرسنا ونأخذ الأهمية منه وإيش الفائدة من درسنا درسنا أسنان السليمة رح نقوم إن شاء الله بقراءته يلا مع بعض أسنان السليمة مسح أنسون الغبارة عن مصباح قديم خرج منه مارد وقال له ماذا تتمنى يا أنس قال أنس أتمنى أن تختفي فراشي الأسنان فأنا لا أحب تنظيف أسناني قال المارد أمرك يا سيدي كم كانت فرحة أنس حين اختفت فرشاته لكنه بعد أيام أحس بألم في أسنانه استحبه والده إلى طبيب الأسنان أخبره الطبيب أن أهالي الحي أيضاً يعانون من آلاماً في أسنانهم ندم أنس وأسرع إلى المصباح وطلب إلى المارد أن يعيد فراشي الأسنان ووعده بتنظيف أسنانه وأن يخافض على الماء أثناء التنظيف فلا يترك الصنبور مفتوحاً يعطيكم العافية قمنا بقراءة الدرس رح نحل أسئلة الاستيعاب هلأ السؤال الأول السؤال الأول ماذا خرج من المصباح القديم؟ مارد ماذا تمنى أنس؟ أن تختفي فراشي الأسنان سؤال الثالث ندم أنس على ما تمنعه لماذا؟ لأنه أحس بألم في أسنانه أربعة بما وعد أنس المارد؟ وعده بتنظيف أسنانه يومياً وأن يخافض على الماء أثناء التنظيف سؤال خمسة ماذا تعلمت من النص؟ تعلمت أهمية تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام المحافظة على أسناني يعطيكم ألف عافية يا حلمين